السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد عابد مهندس ميكاترونيكس إن شاء الله في هذا الكورس نحن نطرق موضوع تصميم وطباعة لوحات الإلكترونية في هذا الكورس سنركز على الجزء العملي في تصميم وطباعة لوحات الإلكترونية وعشان إحنا نكون professional أكتر رح نطرق لبعض المعلومات المهمة النظرية اللازم تكون عندنا فرح يكون التركيز على الأشياء العملية بشكل عام ولكن لابد للتطرق لبعض الموضوع النظرية الأهداف اللي أنا بهدف إليها من وراء هذا الدورة هو فهم لخطوات تصنيع أي مشروع إلكتروني من الصفر وأيضا معرفة أنواع وأشكال ووظائف القطع الإلكترونية لأنها هي أساس عملية تصميم لوحات البي سي بي معرفة بعض برامج السيميليشن للإلكترونيكس أيضا معرفة كيفية قراءة السكماتيك ديقرام بشكل professional ورح نعرف إش هي السكماتيك ديقرام معرفة الباكيجز المختلفة للإلكترونيك كومبوننت وهي أشي أساسي أيضا في البي سي بي ديزاين طبعا إحنا رح نعتمد على برنامج لبروتس في عملية تصميم لوحات البي سي بي وبعد هيك رح نعرف البي سي بي أناتومي بشكل تفصيل لأجزاء لوحة البي سي بي بعد ذلك هيك بنكون إحنا غطينا الجزء النظري بعد هيك الجزء العمل إن شاء الله رح نغطيه عملية التحميد عمليا وأيضا عملية تجميل لوحة البي سي بي وعملية للحام وفك للحام أخيرا بتمنى إن شاء الله يكون محتوى الكورس مفيد لإلكو وتستفيدوا معنا ظلكم تابعين إن شاء الله على رابط القناة وإن شاء الله أي سلايدات أو أي ملفات إلها علاقة في أي محاضرة هقوم بإرفاقها أسفل الفيديو وبتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وشكرا لك